الفنانة نشوى مصطفى عملت حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوست نشرته على صفحتها على الفيسبوك وكشفت فيه كواليس تعرض بنتها للتحرش وتفاعل طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع البوست اللي نشرته نشوى مصطفى مش بس كده ده كمان الأجهزة الأمنية اتمكنت من القبضة على المتحرشين واللي كشفوا السبب وراء انهم طردوا بنتها تفاصيل أكتر عن الموضوع هتكون معنا في تغطيتنا على موقع صدى البلد تابعونا كشفت الفنانة نشوى مصطفى من خلال منشور ليها على حسابها الرسمي على فيسبوك كواليس تعرض بنتها للتحرش وكتبت نشوى النهاردة بنتي تعرضت للتحرش من العربية دي وفدلوا يزنقوا عليها واترهبت وهي سيئة على كبري ناحية الهرم والمنصورية وكلمتني وهي مفزوعة وقلت لها حاولي تصوريهم وعملولها إشارات خادشة للحياء زي ما هو باين في الصورة كده وكتبت كمان الحمد لله ربنا سطر وبنتي موقعتش من على الكبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وتم تداول البوست بشكل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واللي كانت تعليقاتهم كلها بالطالب بسرعة الأبد على المتحرشين وخصوصاً إن بنت نشوى مصطفى نجحت في إنها تصور العربية والصائقين لسهول التعرف الأجهزة الأمنية عليهم ونشرت أجهزة وزارة الداخلية بيان وضحت فيه إنها قامت برصد المنشور اللي تم تدوله بشأن تعرض فتاة حال كيادتها للسيارة الخاصة بيها بدائرة قسم شرطة الأهرام للتحرش اللفظي من مستقل إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها ليهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياة وبعد البيان تم الفحص من وزارة الداخلية وتم تحديد مرتكب الواقع وتبين إنهم 3 أشخاص وتمكنت الوزارة من ضبطهم وضبط السيارة المستخدمة وبمواجهة المتهمين أنقروا قيامهم بالتحرش بابنة نشوى مصطفى وقالوا كمان إنهم اتبع شركة توزيع مواد غذائية بالجيزة وعن تفاصيل اللي حصل قالوا إنهم أثناء سرهم بمكان الواقع اتفاجوا بسيدة بتجلس بجوار قائد سيارة تانية وبتتعد عليهم بالسبب بسبب خلاف على أولوية المرور وبعد كده قامت بتصويرهم بتليفونها وتوعدت ليهم فقام واحد منهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء كنوع من الرد عليها وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن العقوبة اللي ممكن يتم تنفذها على المتحرشين والحقيقة إن القانون وضع عقوبات رادعة للتصدي للتحرش وبتوصل للحبسة 5 سنين وغرامة 300 ألف جنيه ودي هي العقوبة النهائية اللي نص عليها القانون بالنسبة لحوادث التحرش وده طبعا بعد تعديله وتحويل العقوبة المنصوص عليها إلى جناية بدل من جنحة القانون تم تعديله بسبب الخطورة الشديدة لحوادث التحرش على المجتمع وانعكستها النفسية على المجني عليه وحاليا بتباشر الجهات المختصة التحقيقات في الموضوع وأكيد هنتابع معاكم تطوراته وبكده تكون انتهت تغطيتنا شكرا لكم وإلى اللقاء